أقام برنامج الغذاء العالمي حفلا تكريميا في عمان لمجموعة من السيدات الناجحات في مشاريع مدعومة من هذا البرنامج المشاريع التي انبثقت عن البرنامج تمثلت بتسليم اللاجئين السوريين للمواد الغذائية عبر بطاقات ائتمانية ومشروع مطبخ انتاجي يقدم وجبات غذائية لطلاب المدارس في مخيم الزعتري إضافة إلى مشروع التغذية المدرسية لأربعمائة ألف طالب في المدارس الحكومية ومشروع تشغيلين لأردنيين ولاجئين سوريين وقالت مشاركات في الحفل إن المشاريع أتاحت لهن الفرصة للانتفاع ماديا وعمليا إلى جانب تقديم الخدمة اليوم برنامج الأغذية العالمي بيقيم احتفال ليكرم خمسة من المنتفعين من المشاريع وهم خمسة من مليون نحن نوصلهم بالمساعدات الغذائية في الأردن وهدون الخمسة حبين أن نصلط الضوء عليهم على مشاريعهم الناجحة اللي استمروا من خلال مشاريعنا وأيضا بعد ما خلصت المشاريع معهم المطبخ الإنتاجي عبارة عن خط سير خط سير في المطبخ الإنتاجي خبازين عاملات تخصيل تغليف تغليف أنا تغليف في المطبخ الإنتاجي طبعا التغليف مرحلة الأخيرة في المطبخ نحن ننتج للأطفال للمدارس وجبات عبارة عن معجنة من قشج زعتر وجبنة أو بيتزة أو جبنة لحالها طبعا في جانبها الموز وخيارة أو تفاحة موسيقى